أخصية أنا في مكتبتي كنت أدور مرة من مرات وكذا فمريت على أحد الأرفف فوجدت كتاب اسمه الشفا اللي قاضي عياض هذا الشفا واش قصته بالرواعية؟ الحين يأتيك الخبار هذا أسلوب سرد الرواعي يا صلاح يعني فأذكر لما شفت كتاب الشفا اللي قضية الكبرى اللي تتنظري أن هذا الكتاب المركزي في التراث الإسلامي من أهم الكتب التي ألفت في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في مجالات متنوعة كتاب مركزي ومهم جدا وعليه شروع وعندي كتاب عن الدراسات والكتب اللي وضعت على كتاب الشفا فشعرت بنوع من نوع المعاتب الذاتي أن هذا الكتاب المهم كيف ما قرأته وأنا أتكلم عن مرحلة عمرية متأخرة نسبيا المفروض أنه مر عليه قرأته فبديت من تلك اللحظة خطت الكتاب حطيته على جميع وكملت مسيري داخل المكتب وبدأت أطلقت بعض الكتب المهمة المقدمة من الخدوم ما قريته الكتاب فلاني ما قريته بديت أجمع الكتب الأساسية المركزية أنه قرأ الإنسان جملة من الكتب المفضولة والكتابات الفاضلة الأساسية المركزية اللي تأسس عليها بعض المعارف العلوم ما قرأته ثم انتقلت بعدها خطوة أن هناك جملة من الروايات العالمية الأساسية اللي أثرت مسيرة التاريخ الإنساني البشري فصار الإنسان يقول أنه لا بد أن يكون عنده نوع من نوع للطلاع على هذه الأعمال الروائية رواية البوساء يعني بحكم الاهتمام العلم الشرعي وأنا لا أزع من اختصاص أصلا في القراءة يعني هو يعني حتى يكون مكاشفا وصريحا هو على الهامش بالنسبة للإهتمامات لكنه حاضر لكنه على الهامش ليس يعني قضية أساسية مركزية حاضرة في مشهدي العلمي على الأقل بس على الأقل مقرؤاتي مما يتعلق بهذا الفضاء أحد التقنيات والأدوات اللي اعتمدتها إن على الأقل الروايات اللي لها حضور يعني حضور ضخم في التاريخ الإنساني البشري من الجيد أن يطلع عليه الإنسان بغض النظر عن تفاصيل الموقف المتعلقة بيها بس لأمر ما خلدت هذه الأعمال فخلنا نشوف أيش قصص تفصيلية الموجودة في هذه الأعمال فأنا أعتقد أن كيف ينتقل الإنسان الروايات فهذه أحد التقنيات الأساسية يعني يحتاج الإنسان أن يحاذر جدا 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 فكرة القوام الأكثر مبيعا أو الأكثر شهرة هذا مؤشر أحيانا بحسب بحسب طبيعة القائمة بحسب الجهة مثلا مصدرة وبعضها ليست معبرة عن روح علمية يعني بمعنى أن الأكثر مبيعا لا يزن بالضرورة أن يكون عائدا لاعتبارات معرفية أو أدبية أو شيء يستحق فضلا عن الوصائل الأكثرية بس كذا لأن تأثير المسألة هذه مثل تأثير كرثة الثلج يعني اللي يحصل يعني خذ اللقطة هذه في معرض الكتاب هذا يحصل يمضي الإنسان في أحد ممرات المعرض فيجد احتشادا بشريا شيء يصير تلقائيا ينضم لهذا الاعتشاد فيمر آخر فيحتشد كل ما زاد العدد يصير مثل تأثير كرثة الثلج فإذا أفضل إنسان لقراءة المنتج بنفسه ما أعرف عليش محتشدين ومرت علي تجارب من هذه التجارب في الأعمال الروائية وغير الأعمال الروائية يعني كتب معينة تفخم وتعظم وكذاك تقراها يعني كنت أقول شتيمة معينة بس أقول عمال تافية على الأقل يعني طوط طوط عمال تافية مثلا فهذا يعني شيء يتجنب ويحاذر البوابة يعني أظن إذا كان عندك مثلا نقاط معينة ممكن تخدم فيها مثلا في قضية الكتب الشراء الكتب عموما نحى التقنيات الأساسية المفعلة اللي هو بن قسين اللي قلت سؤال أهل الذكر يعني سؤال اللي عنده نوع من نوع الاختصاص بالباب عندهم تجربة موجودة أنا لاحظ الآن مثلا فضاء اليوتيوب تظهر فيه شخصيات يعني يعني أحد الظواهر الإيجابية الموجودة في القنوات اليوتيوبية وجود مجموعة من الشباب والشابات اللي قاعدين يقدمون مرشحات يعني في قضية الكتب وتجارب ذاتية وعرض كتب وشياء وفي تجارب صراحة ممتازة فمثلا هذا أحد الموارد المحتملة الممكن أما الاستشارة أو الانتفاع بالمشهورات اللي تقدم بالمجان موجودة في هذا الفضاء من الأشياء كذلك يحتاج إنسان يراعيها فيما يتعلق بهذا الباب إن تكوين ذوقها الخاص ترى الأعمال الروائية بحر يعني واسع وطويل ويمكن حتى تلاحظ هذا المعنى في أثناء التمثيلات اللي أذكرها أنا قاعد أذكر تمثيلات إجمالا من وحي الأعمال الكبرى العالمية بحكم أنها المادة المقروعة بالنسبة إلي لكن قد يكون هناك أعمال مغمورة مفيدة جميلة جدا في بعض القوائم بعض الفيديوهات الموجودة التعريفية في بعض الكتب اللي تتحدث عن أهم رواية اللي خرج في عام 2020 أنا أجنبي عن هذا الفضاء على سبيل المثال فالشاهد يحتاج الإنسان يكون ذوقها الخاص ويعرف ما هو المزاج المتعلق به شخصيا ويستطيع يفضي بعد ذلك يعني كنا جاسم مع الأستاذ الحبيب مشال إبراهيم كان يتحدث أن هناك نوعين من أنواع الكتابة الرواية كتابة تعتمد الحبكة والتسارع الأحداث وما يتعلق بها ورواية معينة تعتمد على قضية التوصيف وممكن تغرغ صفحة وصفحتين وثلاثة وهي تتحدث عن زقزقة العصف يعني تتحدث عن الطبيعة وتحدث أشياء رومانسية متعلقة بهذا الإطار ففيه أناس أنا أعرفهم يميلون إلى شدة التفصيل في التوصيفات المتعلقة يريد يعني لا يريد أن يتعب مخياله في تخيل الشخصية المتحدث عنها أو الطبيعة التي تحدث عنها وفي شخصيات أخرى لا تمل يعني عطن الزبدة خلاص ما يحتاج ينحو منحها فيحتاج إنسان أن يدرك الزوق المتعلق المسألة هذه لأن هذا الفضاء يعني فيه 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 جزء من الذاتية أو جزء من النسبية الشديدة وأن ما قد يروق لك قد لا يروق لغيرك وما سمعته من عنوين في حلقة اليوم لا يلزم الضرورة أن يكون هو أمتع ما في الباب ويعني أظن أن يحتاج الإنسان أن يخوض قدرا من المغامرة يعني في هذا الباب أنه يجرب يعني حضوظه يعني أنه قد يعني مثل ما يقرأ الكتب يعني أنا ما أشوف الموضوع الرواية تختلف كثيرا عن الحضوظ المتعلقة في قراءة الكتب وأنه يحاول الإنسان أن يحجم من الحضوظ الرديئة السيئة بما يستطيع أن يحجمها عن طريق الاستشارة على سمثال أو يعني التجربة الشخصية الذاتية وأنه يثق الإنسان أنه كل ما تقدم الإنسان به يعني عمرا ومسيرة وقراءة وأكثر خبرة صار أقدر على التفاهم يعني مثلا من التقنيات اللي يعني طول الممارسة ممكن يخدم الإنسان له تعرف على الروايين الجيدين لا يلزم بالضرور أن كل رواي جيد يقدم منتجا جيدا ممكن هي كما يقال بيضة الديكة على سمثال لكن الأصل الأصل أن الروائي الجيد الأصل يغلب بعضنا مؤشرات عالية أنها تكون روايتها جيدة الخرم اللي يحصل في هذا الباب قد يكونوا على خلاف الأصل فما يضر بأصل القاعدة يعني وتحقيق الضمانة مئة بالمئة أظن أنها يعني صاحبها نفسي الاستراتيجية لمطبقها استراتيجية مع الخيل شكرا